موسيقى نائب عمدد فينة يطالب بخطة عقوبة وطنية على القاصرين وزيرة الاندماج تعلن عن مشروع اندماج إلزامي للاجئين الشرطة المالية تجمع أكثر من نصف مليون يورو خلال كأس أمم أوروبا استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرخيصة رغم تراجع التضخم شركات الكهرباء في النمسا تحقق أرباحا خيالية العام 2023 ودراسة تظهر أبرز أسباب إفلاس الشركات في النمسا مرحبا بكم في نشط الأخبار عن النمسا ميديا لهذا اليوم طالب نائب عمدد فينة كريستوف فيدكير بالتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل القاصرين تحت سن الرابعة عشر بحزم في فينة إضافة لزيادة ميزانية المدارس من وزارة التعليم وطالب فيدكير بزيادة ألف عنصر من الشرطة وتخصيص مزيد من الأموال للتعليم مستندا إلى مساعيه لمكافحة العرف من هذه الفئة العمرية من جانبه رد بولاشيك مشيرا إلى الزيادة الحالية في التمويل بمقدار 6.9 مليون يورو لمدارس فينة و85 وظيفة إضافية بالإضافة إلى تعزيز الدعم لتعلم اللغة الألمانية بدوره انتقد حزب الحرية النمسوي FBO اقتراح فيدكير بفرض عقوبات على القاصرين بينما دعمت حكومة فينة زيادة أعداد الشرطة أعلنت وزيرة الاندماج سوزانيرا في إطار حملة الانتخابات عن تعزيز حزب الشعب مواقفه حول الثقافة النمسوية عبر تقديم خطة جديدة للقيم لطالب اللجوء وعرض تراب سلسلة تدابير جديدة استنادا إلى دراسة من شركة OGM تشمل مراجعة قواعد التعايش في النمسا وإدخال ستة مبادئ أساسية مثل المساواة بين الجنسين ومكافحة معادات السامية وتشمل التدابير دورة قيم جديدة تستمر أسبوعا مع تقليص المساعدات الاجتماعية للمخالفين وإدراج قيم الاندماج في دعم مكتب المستشار الفيدرالي وتقديم دورات أساسية في مراكز اللجوء لتوضيح التوقعات المجتمعية وأكدت راب أن الاندماج يعني التكيف مع القيم الأساسية الغير قابلة للتفاوض قامت الشرطة المالية بعمليات تفتيش مغسفة على أماكن العرض العام مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم واكتشفت أن 131 من أصل 170 شركة خضعت للفحص ارتكبت مخالفات لقوانين العمل وسجلت 55 انتهاكا للقوانين أنظمة التسجيل النقدي حيث تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 630 ألف يورو تشمل غرامات إدارية تصل إلى 350 ألف يورو وأخرى مالية تصل إلى 280 ألف يورو وأكد وزير المالية ماغنوس برونا أن من لا يلتزم بالقوانين يجب أن تطبق عليه العقوبات مشددا على أهمية التفتيش من أجل حماية الشركات النزيهة كشفت غرفة العمال في فيينا أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار المواد الغذائية الرخيصة في يونيو مقارنة بالعام السابق بقيت الأسعار مرتفعة حيث ارتفعت بمتوسط 42% منذ موجة التضخم وتشير الدراسة إلى أن أسعار الأساسيات مثل الطماطم والحليب والبيض والأرز والمعقرونة ارتفعت بنسبة 42% وكشفت مقارنة بين السوبرماركت ومحال منخفضت السعر أن أسعار السوبرماركت كانت أعلى بنسبة 11% حيث سجلت بعض المنتجات زيادات كبيرة مثل البطاطس والطماطم المعلبة بنسبة 111% و87% على التوالي أما أسعار السرع الدوائية فقد انخفضت بنسبة 15.5% في متاجر الإنترنت وارتفعت في المتاجر بنسبة 2.9% سجلت شركات الطاقة التسع في النمسا أرباحا قياسية بلغت نحو 2.5 مليار يورو في العام الماضي وفقا لمعهد موينتم وارتفعت الأرباح بنسبة كبيرة مقارنة بمتوسط الأرباح قبل أزمة كورونا حيث كان متوسط الأرباح السنوية بين 2018 و2021 نحو 1.3 مليار يورو وسجلت شركة كلاك كيلنتين على زيادة في الأرباح بنسبة 316% تلتها شركة فين إنرجي بزيادة 183% أما شركة الفيرك فوق في أغي فحققت زيادة بنسبة 174% وكانت أرباح فين إنرجي الأعلى ب387 مليون يورو سجلت النمسا خفاضا طفيفا في عدد حالات الإفلاس للشركات العام الماضي حيث تراجعت من 5865 حالة بـ 2022 إلى 5668 حالة ووفقا لدراسة جديدة من اتحاد حماية الاعتمان تركزت أسباب الإفلاس على العوامل التشغيلية غير الكافية مثل ضعف المبيعات وتنظيم تكاليف والتي ارتفعت من 29% إلى 37% من الحالات في المقابل تراجعت أسباب الإفلاس المرتبطة بالظروف غير القابلة للتحكم مثل الأوبئة والكوارث الطبعية من 28% إلى 19% وكانت أخطاء التأسيس السبب الرأسي للإفلاس ممثلة بنحو 20% من الحالات وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر